اه يا جماعة بص المطرة عاملت ازاي شد الجامد يعني بسم الله والصلاة والسلام علي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوك ويسنوك خير طبعا يا جماعة احنا شايفين كده المطرة بتمطر دلوقتي يعني عايز اقول لكم بتشد جامد شوية طبعا صوت المطرة ممكن يكون واضح في الفيديو تمام وفيه ماية بتنزل اهيه عندي هنا برا فيه خشب محطوط هنا فده مقلل شوية من المطرة اللي بتنزل تمام طيب عايز اقول لكم بقى ايه يعني السلاكات اللي برا اهي متقفل عليها بمشمعات او بانر بتاع اه يفط اعلانات تمام مشمع من اول السلاكات اهيه الاخيرة ده محطوط من الشتة اللي فات تمام كده فالسلاكات دي كلها ما بينزلش على نقطة مية جوا السلاكة يا جماعة فلازم تاخد بالك وتعمل الحاجات دي عشان احنا خلاص الجو ده جو تعب وجو عمراض وجو مطرة وبهدلة والدنيا هتغرق عندك لو ما عملش اللي انا بقول لك عليه تمام كده طبعا عندي الاوضة هي سقفها هوا يا جماعة سقفها خشب وفوق الخشب ده من فوق برضه في مشمعات او بانرات بتاع اليوفط اللي هي بتاع الاعلانات تمام كده الارض عندي طبعا ناشفة مفيش مية نزلت فيها كماما لسه على الارضة في الارضة بإذن الله فمفيش مية بتنزل عندي جوه الاوضة تمام كده الحمام عندي جوه الاوضة هنا مفيش مية بتنزل عليه طيب بالنسبة للتهوية لأ انا فاتح عندي ايه ادي شباك مفتوح ادي شباك تاني مفتوح ادي شباك تالت مفتوح عندي الباب اهو قفله تلت اربعة تقريبا بكاراتين ووووووو ادي الجوه الصغيرة that عندها هنا حمة اهو ايه من قفله ات danger ثم اهو بالنسبة لل violence تمام كدهously سأحذر التعاص بحري و提ام بحري ده اللي بيتكفل تمام كده لو سبنا اتدا في الاخر خلص كده عشان التهوية مفيش مشكلة انما بكتل التجاهات المفتوحة ده مفتوح ده مفتوح ده مفتوح جواه אז لا منفعش تلكتم المكان الجميل لان الحمام لو كتمت عليه المكان الجميل هيتعب منك من الكاتمة الكاتمة والريحة هتعمل له مشاكل طبعا السقف زي ما احنا شايفين مفيش نقطة مية نازلة من الخشب اهو يا جماعة ما شاء الله السقف متقفل كويس مفيش نقطة مية بتنزل من الخشب تعالوا نطلع فوق وقريكم المية اللي فوق عاملة ازاي طبعا المطرة قلت شوية اهي المطرة هيديت شوية دلوقتي بص كده السلم علي مية كتير اهوه تمام بص بقى السقف فوق وهو يا جماعة غرقان مية اهو بص هنا يا جماعة طبعا الجزء ده المية نازلة عليه اهي تمام المشمع مغطي السلكات خالص فالمية مدخلش جوا السلكة هنا نشفة شوية اهي لان الخشب ده شايل شوية من المية تمام هنا برضو هوا في شوية مية قليلين تمام كده الحمام جوا جوا السلكة نشفة اهي مفيش نقطة مية تمام اهو مفيش نقطة مية جوا السلكات تمام كده السلكة مقفولة كويس متقفلة كويس اهو مفيش مية خالص جوا السلكات تمام كده يا جماعة فحتى الحتة اللي هنا دي مش نازل فيها مية كتير عشان الخشب اللي فوق ده من غير مشمع هو بص تشيل ايه شال شوية مية حاجز شوية مية اهو يا جماعة الخشب من فوق تمام المطرة نازلة عليه شال شوية يعني بيحوش شوية عن تحت تمام كده لو المطرة شدت يعني الدنيا تحت هتغرق هنا بس مش ايه مش زي برضو لما يكون الخشب ده مش موجود الخشب ده شايل شوية تمام طيب عندنا هنا فيه السلكات تمام اللي انا عملها الفترة اللي فاتت زي ما قلنا قبل كده جبت مشمعات برضو وغطيت عليها من فوق بص المية تمام غطي السلكات من اولها الاخيرة اهي مية اهي تمام السلكات من جوه يا جماعة نشفة اهي ما فيهاش مية تمام اهو دي ما فيهاش فيها كارتونة اهي ما عليهااش نقطة مية كارتونة وهي دي السلكة اللي منها للسقف على طول تمام مفيش عليها نقطة مية تمام كده كل السلكات من جوه اهي نشفة مفيش مية ودخلت لها السقف اهو يا جماعة السقف نشف من جوه السلاكة الارضية نشفة الحمام نشف مفيش نقطة مية نزلت عليه تمام تمام فالمطرة بتشد تاني اهي تشد تاني طبعا عندي السلكات الي هنا اهي يا جماعة كلها عليها مشمعات هنا اهي اللي فيها الفرد العبسي عليها مشمع هنا هي عليها مشمع تمام فحاول دايما ان انت تقفل على حمامك بمشمعات عشان المطرة لما تنزل ما تغرقش الدنيا على الحمام وتغرق البيض وتغرق الزغليل والكلام ده كله طبعا هيمغت لك الحمام تمام كده يا جماعة انا طبعا نزلت عشان ايه المطرة بدأت تشد بص كده المطرة واضحة ايه اهي يا جماعة بص المطرة عاملة ازاي شد الجامد يعني اهي تمام فانا نزلت من فوق الاوضة انا باقي في دلوقتي ايه تحت الخشب ده بص الخشب حتى ايه المطرة هنا شايل شوية من المطرة تمام فالمطرة يا جماعة لما بتشد جامد لو نزلت بقى شوية سيول ولا بتاع هتغرق الدنيا وهتبهدلنا وهتبهدل الحمام والكلام ده كله فلازم نكون عاملين حسابنا بص نقافل حتى على السلكات من هنا ازاي كارتون اهي ودهن عليها بوهية عشان المية متبقوش هاش تمام وهي دي الاوضة من جوه بص يا جماعة اهي سقف ناشف ما فيهوش مية سقف ناشف اهو مفيش عليه اي مية تمام الارضية هي ناشفة مفيش عليها مية فالموضوع كله لكماعة ببساطة مشمع من اي موان هتتشمع لو مش لعين المشمع اللي هو البانر بتاع الاعلانات ده من اي موان هتتشمع وافرده مؤقتا لحد ما تجيب البانر بتاع الاعلانات اللي هو المشمع تيل مشمع تيل ده هيقعد معك سنة واثنين وثلاثة واربعة وزال فل هلاي تمام كده انا ان شاء الله السنة اللي جاي هجيب واحد تاني احطه فوق المشمع اللي انا حطه فوق ده تمام يبقى انا كده ايه احط مشمعين فوق القوضة تمام كده يا جماعة عشان الشمس طبعا بتاكل المشمعات دي والكلام ده بص عندي هنا جهة القوضة هي الدنيا تمام زغليل واقفة كويسة مشاء الله عشاء العشاء هي مفيش هيا مشكلة زغليل كلها كويسة هي وناشفة مفيش نقطة مية ساقفة جماعة ناشف مفيش مية تمام حمام واقف هو ما شاء الله تبارك الله كله هنا ايه الحمد لله بفضل الله جوه القوضة تمام او الهوة او الكلام ده كله تمام فراء الحاجه اللي هنت تربيه انت بتربي طير مش يقولك انا ساعين ولا هقولك انا غريقت ولا هقولك انا عطشان ولا الكلام ده فحاول ان انت من نفسك تعمل اللي عليك اهو بس اعلم كيف? تمام في مطرة وفي ايه? هوا تمام ك pratica جماعة بص قدام السلكات هنا نشفة ايه تمام عشان الخشب اللي فوق السلكات كلها نشفة عشان ما يشمع اللي عليها الاوضة نشفة عشان ما يشمع اللي عليها فالحقائيات كلها مش غالية يعني مش همع ده مش هيكمل مثلا 150 متين جنيه اللي على السلكات دي البانر اللي فوق القوضة مش هيعدي مثلا 3500 متين جنيه تمام كده بس هتقفل على حمامك و هتحافظ على حاجتك من ان هي تعي او تموت او البوديو بوز او اذا غليل تموت او الكلام ده كله فيعني ربنا هيجزيك خير ان انت بتحافظ على التردوت وبتراعيه في الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده تمام كده يا جماعة فده كان فيديو النهاردة يا رب نكون استفادنا منه ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناة جديد وكمان ما تنساش تعمل مشاركة على الفيديو عشان توصل فيديو لكل الناس لو عندك يا استفسار او محتاجة موضوع ان يتكلم فيك تقولي في تعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع نزلولك على القناة في عرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم وبماري متونس اشتركوا في القناة